طيب في النهاية الآن لدينا نسبة فرز 98.2% يعني بدأ يتضاءل شيئا فشيئا احتمال حسم الجولة من الجولة الأولى حسم هذا السباق من الجولة الأولى وبالتالي نحن أمام سيناريو إعادة جولة إعادة في هذه الانتخابات في سؤال أخير سيد أوكتاي من الأقرب؟ للفوز في جولة الإعادة؟ بكل تأكيد يعني كما تحدثنا أردغان هو الأقرب لأنه يعني حصل على الأقل 49% من إجمال الأصوات وكذلك هو وحزبه وتحالفه حصل على الأغلبية في البرلمان وهو يعني العصول على الأغلبية في البرلمان جانب إيجابي يؤثر على قرار الناخب بشكل إيجابي لمصلحة أردغان وكذلك أردغان يجد الحملة الانتخابية والمناظرات السياسية سيحتفظ على كيان تحالفه وأقنع عدد كبير من الناخبين بشكل ما ربط اسم المعارضة وكلشتر أولوبي المنظمات الإرهابية بغض النظر عن صحة هذا الارتباط ولكن أقنع البعض وهو أقرب بكل سأكيد واصلت الفكرة وتضحت الصورة سيدنا